شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية وهي شركة مؤساهمة مصرية يأتي ذلك لتأهز التأسيس للشركة بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة ونظام المياه الذكي وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة مياه الري وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بما في ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه والرفع والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه أو مياه الصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة